اتصالات حثيثة يجريها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع قادة ميليشيا الحجد للحد من خروجهم عن الاتفاق المسبق بعدم دخول المدن بعد قرارهم دخول تل عفر التفاصيل في هذا التقرير سبق أن تحدث التحالف الدولي عن صعوبة معركة الموصل وتأخر الحسم فيها في أكثر من مناسبة في الوقت الذي طالب فيه جميع الأطراف المشاركة في المعركة ضد تنظيم داعش بالالتزام بالأدوار المناطة بها لدقة العملية وحساسية المنطقة إلا أن الجانب الغربي من محافظة نينواء كان الجزء الذي لم يتم تسليمه لأحد فيما بدى على أنه محاولة من التحالف لإيجاد منفذ لعناصر التنظيم للانسحاب خارج المدينة لتجنيبها وأهلها حربا طاحنة إلا أن هذه المحاولة على ما يبدو باءت بالفشل بعد أن خرجت ميليشيا الحشد عن المخطط المرسوم معلنة تنفيذ عملياتها في المناطق الغربية من نينواء ونيتها دخول المدن هناك لا سيما تلعفر وإيجاد ممر إيراني بري آمن باتجاه سوريا سياسة الخروج عن النص وتحدي الإجماع الدولي والمحلي وعدم الاكتراث لحقوق الإنسان وانتهاكها دون مبالاة أصبحت السمة الأبرز لسلوك الميليشيات التي باتت خطرا آخر يوازي خطر داعش على حياة المدنيين فيما يواصل رئيس الوزراء حيدا ذعبادي اتصالاته بزعماء الميليشيات وقادة الحشد لتطويق أزمة من الممكن أن تشعل فتيلها في تلعفر التي باتت على موعد مع خراب من واجهته أخواتها جرف الصخر والرمادي وبيجي وغيرها من المدن إلا أن الضعف الحكومي الذي تقابله قوة ممتدة من الدعم الإيراني المباشر للحشد لم يدع حيبة للدولة التي لا سلطة لها على الميليشيات وبالتالي فإن أي اتفاق مع التحالف الدولي لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع دون ضوء أخضر إيراني وبينما صالح الطرفين ضعت مصلحة العراق وشعبه الذي بات نازحا عن داره من داعش وهاربا من قصف الطائرات وهدفا لانتهاكات الميليشيات